يا أهلا بيكم من جديد مع دخلة شهر رمضان وزيادة الأسعار والحالة الاقتصادية اللي بيعيشها المواطن لا سيامة طبق الفقيرة في البلد أصبحت مائدة الرحمن الوسيلة الوحيدة لبعض طبقات المجتمع وفئات بلدنا للحصول على لقمة عيش أو فطار متكامل أو حتة لحمة في شهر الصيام على مدار 30 يوم يمكن مائدة الرحمن لتعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرم الوفود في شهر رمضان ويقدم الطعام وحرص بعض الخلفاء منهم سيدنا عمر بن الخطاب على إقامة موائد الرحمن وأصبحت عادة لدى الشعب المصري الأثرياء من الشعب المصري الجماعات الخيرية بعض الشركات تعمل موائد رحمن لإفطار الصائم في الشهر الكريم رواد هذه الموائد عابر السبيل للناس المسافرة اللي اتأخر على بيته ده من إضافة للفقرة بتوع المنطقة اللي بيجوا يلاقوا على مائدة الرحمن من فضل أموال الأغنياء لقمة عيش نضيفة خصوصا بعد ما باقت اللحمة للأغنياء فقط بعد ما أصبح السمك لمن استطاع إليه سبيلا بعد ما باقت الوجبة المتكاملة في بلدنا محتاجة مرتب على الأقل لنص شهر عشان تعمل وجبة متكاملة تكلها انت ولادك في يوم أو بعد يوم طويل من أيام الصيام فالكل بيفكر في موائد الرحمن الفقرة استنيين موائد الرحمن عشان يشوفوا اللحمة اللي يمكن يتحرموا منها على مدار الكام شهر اللي فاتوا اللي ممعهمش فلوس الأرامل والناس اللي عايشين في الشارع بيستنوا مائدة الرحمن عشان يلاقوا لقمة عيش يعودوا عليها يكلوها بشكل آمن مطمئن حكومة تسكت لا أبدا لا هي لازم تحط في كل حاجة دايرا مفك عارف لما يلاقي العجلة بالدور كده يجي حاطط العصايا في العجل عشان توقف لا بيوفر لقمة عيش نظيفة للمواطن ولا حتى سايب أهل الخير يعملوا موائد رحمن تلم الفقرة والجلابة والمساكين في الشهر الفضيل وقالك شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن في رمضان الفين اربعة وعشرين جموعة من الشروط التعجزية اللي هو عايز يقول للناس ما تعملوش موائد رحمن عد معايا كده أول شرط قالك التقدم بطلب للحي التابع له وشرط الحصول على موافقة كتابية من الحي لإقامة مائدة الرحمن تاني حاجة الحصول على موافقة أمنية تالت حاجة تحديد المكان اللي هيتعمل فيه مائدة الرحمن وعدم تغييره وتغيير مكانه يعاقب عليه أو يعاقب على التغيير توفير جميع الضوابط وشروط الأمان والحماية المدنية الحفاظ على نظافة المكان يفضل إنشاءها في الملكيات الخاصة تقام أو عدم إقامتها أمام منشآت حكومية أو مدارس أو مستشفيات ده بالإضافة لممنوع رفع أي شعارات دينية رفع أي شعارات سياسية ممنوع التجمهر قبل وبعد موائد الرحمن وبالإضافة طبعا للحصول على الموافقة الأمنية من أقرب اسم شرطة حصول على الموافقة من الحي موافقة مكتوبة وتحديد عدد الأفراد اللي هيعودوا على مائدة الرحمن وتحديد الأماكن بشكل دقيق أي حد ربنا مديله ملمين وكان بيعمل الموضوع ده صدقة في السر بيتبرع عايز يأكل الناس لما يلاقي قدامه تسع بنوت زي ما حضراتكو شايفين كده هيلف اللفة دي كلها ويدوخ السبع دخات من الحي الاسم الشرطة واسم الشرطة هتجيب كم فرض وهتجيبهم إزاي وهتعمل فين وممنوع تعمل قدام مدرسة قدام مستشفى قدام مش عارف مكان حكومي ممنوع تعمل في الشارع تعمل في ملكية خاصة أي حد يسمع الكلام ده هيقول يا عم مش لاحب حتى الحلال حتى الخير صعبتوه علينا درجة ان مثلا محافظة زي محافظة الجيزة بعد ما أعلنت الضوابط قالت لازم تصريح من الحي والتصريح ده مختوم بختم السيد رئيس الحي ثم يعرض على السادة ومناء الشرطة والمخبرين في المنطقة التابع لها مائدة الرحمة أنا بتهيالي الموضوع أبسط من كده واسهل من كده أنا عارف أنتو خايفين من التجمعات وعارف أنتو خايفين من رفع أي شعرات أو أي حد بيقول فلسطين أو أي حد بيقول أي حاجة من الحاجات اللي انتو بتخافوا منه وعارف أنتو كمان عايزين تبقى كل حاجة تحت عينيك وعارف أنك عايز تعرف مكان مائدة الرحمن عشان تبعت حد من رجالتك يقعد يشوف الدنيا فيها ايه وعارف كمان أنت عايز تعرف عددهم كام عشان تعرف تسيطر عليهم ازاي بس الفقير ملوش زنب في كل الكلام ده الصايم ومستني لقمة عيش حتة لحمة حتة فرخة يفطر عليها ملوش زنب في الكلام ده خصوصا أن أزمة الغلا كمان ألقت بظلالها على مواقض الرحمن في البلد سالة فاتت عدد مواقض الرحمن نقص بنسبة تتجاوز 75% ليه؟ لسبب اين؟ زيادة الأسعار والسبب التاني أيضا الدوابط اللي بتحطها الحكوم من المتوقع السنة دي مواقض الرحمن تقل بنسبة زي السنة اللي فاتت ويمكن أكتر يعني بدل ما كان البلد بيبقى فيها عشر تلاف مائدة رحمن بقى فيها السنة اللي فاتت الفين وخمسمائة بدل المنطقة ما بيبقى فيها عشر مواقض رحمن لا بيتعامل فيها اتنين أو تلات سنة دي أيضا هتنقص حسب توقعات البعض وضيف عليهم كمان الشروط الإزعان اللي حطاها الحكومة تروح للسيد رئيس الحي ومنه للسيد مأمور اسم الشرطة ومنه للسادة في الدفاع المدني وتحدد عدد الكراسي طب افرد انا قلتلك هيجيلي عشرين شخص وجاني خمسة وعشرين افرد يا سيدي انا قلتلك هعمله في الحتة دي والدنيا شاتت مصورة مجاري ضربت فاضطريت اعمله في حتة تانية لا دا انت كده محتاج تروح تاني تاخد تصريح تاني وتغير تاني طب افرد يا سيدي انا قاعد واحد طلع قال يا فلسطين واحد قال الله اكبر واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم واحد قال يحيى الهلال مع الصليب لا دا هتتعاقب كصاحب المائدة مائدة الرحمن طب افرد انا ما عنديش ملكية خاصة وجانبي مدرسة بتتقفل بالليل ايه المشكلة لما اعمل مائدة الرحمن قدام المدرسة ايه الازمة لما اعمل الناس ياكلوا جوه صور المدرسة جوه حش المدرسة لا الكلام دا ممنوع منعا باتا وده بدأ يؤثر على بعض الجمعيات اللي بترتبوا منها مثلا بعض الجمعيات اللي بتستهدف اقامة جمعية صناع الخير للتنمية بتستهدف اقامة اكبر مائدة الرحمن بميدان السيدة نفيسة في رمضان 3000 وجبة يومية بالمناسبة احنا مش محتاجين المواعد الرحمن اللي بتخش موسوعة جنس واكبر مائدة الرحمن واطول مش عارف ايه لا احنا مش محتاجين كده خالص احنا محتاجين حضراتكو تسيبوا الناس اللي بتاكل الناس الناس اللي بتعمل خير للفقرة الناس اللي بتطلع من فلوسها عشان تاكل الغلابه تعمل لا محتاجك بقى تعمل لي اكبر مائدة رحمن وتصورها ولا محتاجك تخش لي موسوعة جنس ولا محتاجك تعلن لي من النهاردة عن اكبر مائدة رحمن في مدان السيدة نفيسة لا يا سيدي وتروح الكاميرات تصور لا يا سيدي نعايز المائدة اللي موجودة بالطرفة دي على جنب دي اللي بيجيها الناس المتعففين دول الذين لا يسألون الناس الحافن دول اللي اللي يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف دول يعودوا يأكلوا لقمة في الدرة كده من غير كاميرات ومن غير اخبار ومن غير ترندات ويأكلوا ويروحوا في امان ده اللي عايز المواطن ارجوكم كفاية تحجيم للمواطن كفاية قبضة امنية وصلت لحتى او لحد لقمة العيشة